الإجراءات أو حزم الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق من حزمة إجراءات مشددة حيث كانت من ضمن هذه الإجراءات هو الإبقاء على الحظر الشامل والجزء في العراق خلال الأيام القادمة والحظر الشامل هو الذي يشمل الخميس والجمعة والسبت يمنع فيها خروج المشات وحتى السيارات لمدة ثلاث أيام وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية وأيضا في الأيام الباقية من الأحد إلى مساء الأربعاء هو من الخامسة صباحا وحتى السادسة مساء بينما أيضا من ضمن حزمة الإجراءات أنه يمنع دخول وخروج أي شخص من المنافذ الحدودية حتى ولو كان للتبادل التجاري والإبقاء على منفذي الشلامشة ومندلي هما فقط للتبادل التجاري في الأسبوع مرتين أيضا من ضمن الإجراءات هو إغلاق كافة العيادات الطبية للدكاترة وهي تعتبر من عيادات شخصية وأيضا كافة المجمعات الطبية لمدة أسبوعين القادمين اعتبارا من اليوم وذلك أيضا هو من ضمن الإجراءات الوقائية أيضا مدير عام الصحة في وزارة الصحة أكد أنه إلى الآن لم تعقد خلية الأزمة المركزية وحتى لجنة الصحة أي اجتماع بخصوص موضوع إعادة افتتاح مطار بغداد كما تحدثت بعض وسائل الإعلام في 15 تموز من الشهر الجاري وذكرت أنه فيما إذا اتخذت الوزارة أو حتى اللجنة وحتى خلية الأزمة أي قرار فسيكون بإجراءات صحية ووقائية مشددة جدا بينما أكد السيد مدير عام الصحة الدكتور رياض عبد الأمير أنه من الممكن العودة إلى الحياة الطبيعية والمدارس والجامعة والأسواق في حال التزم المواطنين بإجراءات التباعد ولبس الكمامات والكفوف وهذا مستبعد جدا خصوصا أنه لا يوجد هناك التزام واضح وفعلي من قبل المواطنين في هذا الأمر أعتقد الأعداد الإصابات هي بدأت تتراوح بين 2300 و 2400 إلى أن وصلت يوم أمس إلى 1700 و 96 بينما حالات الشفاء أيضا سجلت تصاعدا واضحا وملموسا أكثر من 1724 حالة شفاء يوم أمس زارة التربية العراقية قامت بإغلاق مقرها في بغداد بما فيها مكتب السيد الوزير بعد ظهور أعداد من المصابين بفايروس كورونا في مقر الوزارة حافظة بغداد لا زالت تسجل النسبة العالية من الإصابات وبينما سجلت محافظة دهوك التابعة إلى أقليم كردستان النسبة المتدنية ولمنخفضة حيث وصل عدد المصابين إلى اثنين فقط في محافظة دهوك أقصى شمال العراق والتابعة إلى أقليم كردستان